لبنان مسرح الأحداث الكثيرة غارق في أزمات أصابت خشبته بشلل منذ سنوات وبين الماضي الحافل بالأعمال الفنية والثقافية والحاضر الذي كبلته الأزمات مسارح أقفلت وفنانون يتحدون الصعابة من أجل الاستمرار أهلا بكم في مسرح المدينة هنا وقف عشرات الفنانين والممثلين اللبنانيين على مدى سنوات وخطوا بإبداعهم نبضة لبنان الثقافي ورسموا صورة بيروت الحقيقية اليوم تبدلت الأحوال واقع المسرح متعثر ويشبه إلى حد كبير حال البلد في شارع الحمرى الذي كان بوابة ثقافة بيروت إلى العالم يصمد مسرح المدينة القائم منذ العام 94 في الزمن الصعب زمن أقفلت فيه مسارح وأخرى تعيش من قلة الموت مع أزمة البلد التي تتفاقم تدريجيا منذ العام 2005 طالما نحن منعيش ببلاد مليانة بالتنقضات والجدليات نحن بحاجة دائما للمسرح لأن المسرح هو أكتر من عرف طرح الجدليات وقالها ببط المسرح شو هو المسرح؟ وقالها بيقول إيه وقالها بيقول لا إذنانو عم بيقولوا إيه صفة محاضرة بط المسرح وإذنانو عم بيقولوا لا صفة مظاهرة وقدي عنا نحن من الآي واللأ وتنقضات وجدليات على صعيد فردي وعلى صعيد مجتمعي ووطني هنا كان مسرح التياتر الكبير الذي تألق قبيل الحرب الأهلية في لبنان بالطرب والثقافة المسرح بات مهجورا مهملا وخاليا من الروح والجسد وليس بعيدا مسرح بيروت الذي تحول أطلالا بعد أن كان شاهدا على مرحلة الستينيات الذهبية التي شكلت ولادة المسرح اللبناني الحديث أول شيء بتعطل المسرح وإذا رجع مشي الحال آخر شيء بيمشي يعني إذا البلد تعطل ست شهور المسرح بتعطل سنتين لحتى الناس ترجع تأخذ نفس لحتى ترجع تفكر تروح على المسرح من شان هيك لأنه المسرح تعطل كل اللي حوالها تعطله عمر المسرح في بيروت من عمر المدينة العتيقة لكن بيروت تغيرت والمسرح تغير معها حتى مرتدوه ما عادوهم أنفسهم إحنا وقفنا قصرا بسبب كورونا وبعدين صرت الأزمة الاقتصادية الكبيرة المفاجئة يلي جعلتني وقف مسرح بس مش وقف عطول وقفت ما أحرم حدا من فوت على المسرح رغم كل العفارات يبقى ما تبقى من مسارح لبنان المشعة فضاء للتعبير بستارة مرفوعة بينما يتمسك مبدعون بمقولة أعطني خبزا ومسرحا أعطك شعبا مثقفا من بيروت جوانا نصر الدين رؤيا